مساء الخير مشاهدين نلتقي مجدداً إذن بحوار رياضي آخر يلاقينا ببطل جزائري أولمبي آخر هذه المرة بطلنا في الوثب العالي صاحب الميدالية البرونزية في الوثب العالي السيدني سنة 2000 عبد الرحمن حمد عبد الرحمن حمد مساء الخير وشكراً على تربية الدعوة مساء الخير عبد الرحمن حمد بداية أنت مختص في الوثب العالي لماذا هذا الاختصاص وكيف اتجهت أنت لهذا الاختصاص أولا نبدأ الاختصاص كنت من المدرسة من الإبتدائي وين وجهنا كنت نقرأ في مدرسة إبتدائية كان قدامها ملعب حيدرة وين كان فارق مولودية الجزائر عندهم مدرسة وكان يعني من المدرسة وجهنا الفارق هذا يلتم وين بديت خطوة تاعي الأولى في الرياضة الألعاب القوة يعني أنت في بداية مشوارك وأنت صغير خفت هذا الاختصاص على الوثب العالي أم أنه بديت بصفة عامة في ألعاب القوة بعدين اخترت الاختصاص؟ لا بديت في ألعاب القوة ثم هذا من مهام المدرب هو ليوجه كل رياضي على حسب الاختصاص حسب المواهب اللي يشوفها فيه وين يعني هو ما يقدرش يبدأ يعني من الصغر يبدأ في اختصاص يبدأ في تقريباً عمل في القفز طاوي القفز بيزانة الجري يعني تقريباً كل كل اختصاصات ثم يعني تدريجياً وجهني للقفز العالي طيب وشنو عظم المميزات يشافهم فيك المدرب حتى وجهك إلى هذا الاختصاص؟ يعني هي من أهم المميزات يشوف يعني المرونة والسرعة ويشوف يعني حتى الرياضي يكون يعني يحب هذه الرياضات التقنية يعني من هذا الباب اللي يشوف هو يعني يقدر يوجه الرياضي لكل اختصاص لي ولمه طيب أنت قبل الأولمبياد يعني قبل مشاركتك في الأولمبياد يعني خفت عديد المنافسات وتموجها بعديد الميضاليات في هذا الاختصاص ما هو السر؟ ما كش سر يعني سر في كل حاجة باش تنجح يعني في الرياضة أو في العمل لازم العمل يعني هذا شي شي باين يعني كنا كنت عملنا كثير يعني بتدريب متواصل خاصة ما لازمش يكون انقطاعات ونتدريب وسنة بعد سنة واحد يعني يتطور أظن هذا هو السر نجاح كل رياضي هو العمل طيب بالنسبة الأولمبياد يعني كيف كان زمان التأهل إلى الأولمبياد؟ نشوف ربما في اختلاف ما بين زمان وحاليا أكيد خاصة يعني هذا ما قاسش بزاي في ألعاب القوى يقعد في ألعاب القوى لازم رياضي يحصل على حد الأدنى أما في الرياضات أخرى مثلا المولا كاما أو الجيدو وين صبحت أصعب لأنه مثلا في الجيدو يأخذوا 16 رياضي الأول في العالم وين واجب عليه يشارك في كل الدوارات ليحصل على النقاط يعني موش سهل رياضي بشيت أهل خاصة في الجيدو وفي المولا كاما وين صبحت يعني أولا يجب أن يشارك في تقريبا كل الدوارات العالمية حتى يحصل على نقاط جمع نقاط جمع نقاط ومدة سنتين يعني سنة قبل الأولمبياد وسنة الأولمبياد اللي هي مهمة جدا لأنه كل دورة فيها نقاط وتلقى فيها تقريبا كل رياضيين لأنه كل رياضي ما يغمرش بنفسه لازم يشارك لهذا نلقى كل دوارات وين مستوى عالي تقريبا رياضيين أحسن رياضيين ولهذا حتى اللي يتأهلون شوفوا 16 أول عالمي اللي يتأهلوا وهي بين 16 و 18 بين البنات والذكر أما في رياضات الأخرين يبقى يعني الحد الأدنى من أجل المشاركة وحتى الحد الأدنى ليس حاجة سهلة يعني بش يتأهل لأنه نشوفهم مثلا في بعض الإختصاصات وين يكون يعني 40 أو 45 رياضي يعني من أحسن في العالم هما اللي يشاركوا في الأولى بيض طيب أنت عبد أحمد حمد شاركت في سيدني سنة 2000 مع نخبة كبيرة يعني من رياضي ألعاب القوى كنت محظوظ ربما بمشاركتك في هذه الطبعة؟ أكيد يبقى حلم كل رياضي هو المشاركة في الألعاب الأولمبية أولا يعني كي تبدأ رياضات مع الأول يعني ما تعرف شو ما عندها الألعاب الأولمبية ثم مع الوقت يعني تفهم باللي الألعاب الأولمبية هو أكبر حادث رياضي وهو طموح كل رياضي للمشاركة أولا هذا الشيء اللي كان يعني بالنسبة لكل الرياضيين كان أولا الحصول على الحد الأدنى من أجل المشاركات ثم يعني المشاركة والوصول للنهائي والميدالية طيب قبل أن نروحوا الميدالية وكيف كانت تتويج حبيت يعني لو تحكي لنا على الظروف كيف كانت بينكم أنتم الرياضيين كيف كان كل الرياضي يشجع الآخر كيف كانت يعني الأحوال بين بينكم أنتم الرياضيين خاصة الألعاب القوى وكانت حضرة بقوة أنا ذاك؟ أكيد يعني إحنا كنا رياضيين ماشيين نتلاقى وغير في الألعاب الأولمبية كنا نحضروا طيلة السنة ونعملنا تربوصات طويلة بزاف وبعيد على الواطن وكنا تقريبا نكون نفس الفاريق اللي كنا ندرنا تحضيرات مدة ثلث سنوات لهذا كانت يعني في كل الفاريق وكان كل واحد يشجع الآخر أكيد لأنه راو يمثل الجزائر قبل ما يمثل الإختصاص وكانت يعني بين الرياضيين طيب ربما في هذه الطبعة كانت من أنجح طبعات بالنسبة للجزائر يعني توجد بخمس ميداليات كلها من إنجاز ألعاب القوى كون أول واحد فيكم توي جابي ميدالية؟ كان يعني هو كان في رياضة المولاكة مع علالو كانت أهل لدور لي باشي قضي حرص في علام ميدالية كنت أول جزائري اللي حصل على ميدالية برونزية ثم جاء علالو بعد جو الأخرى يعني أنت كنت مفتح الميداليات يعني بك انتاجت الميدالية البرونزية بعدين بدأوا الميداليات كانت بنيلا وكان علي سياف ميدالية في الدية في الخمس آلاف متر كانت ساعد قرني جابير في 800 متر وأنا في القبض العالي وعلالو في الملكامة كانوا خمس ميداليات طيب ربما لما واحد من الرياضيين جزائريين يتواجوا بميدالية راح يكون لتحفيز الرياضيين الآخرين حتى هما كذلك يتواجوا يعني حتكون دفع ربما رياضيين الآخرين أكيد يكون دفع كبير وكبير بززاف يعني كانت نشفاكي رجعت من المنافسة كان يعني شغل حفل كبير في الالجيريا يعني في الولمبيك وكانت فرحة كبيرة كانوا ممثلين الوزارة وممثلين اللجنة الأولمبية وكل الرياضيين كانت فرحة وكانت حافز يعني دافع الرياضيين اللي ما زالهم في خاصة اللي كانوا تأهلوا للنهائية كان دافع كبير لهم ودايما تكون ميدالية ونتيجة نتيجة مشرفة تكون حافز للأخرين هاديسي أكيد يعني انتيا نعود نرجع ليك انت لما توشت بالميدالية البروزية حكينا كيفاش كانت الفرحة كيفاش كان احتسك يعني هل كنت مركز على فقط احتلاء مناصة التدويج أم كنت تستهدف الذهب ما هي الأهداف كما قلت لك مع الأول هو الهدف الأول سي لازم تتأهل للنهائي لأنه صاروا بزاف يعني كانوا بزاف رياضيين كبار اللي كانوا ضمن ثلاثة الأوائل في الترتيب العالمي وما تأهلوش للنهائي لأنه كانوا كانوا يعني مكنسنطرين على ونساولوا لك وهي من أصعب من أصعب مراحل هي النصف النهائي لأنه يكونوا بزاف رياضيين متانا في قفز العالي يكونوا يعني يعني دوسوا وطوار وين يكون عشرين عشرين رياضي باش تأهل النهائي يكونوا تقريباً واحد للربعين لخمسين رياضي ليجوزوا طناش منهم فقط للنهائي أولاً هي تكون كل تركيز يكون على التأهل حتى تأهل نهائي وبعدين يعني تأهل نهائي عندك يومين باش يعني باش تحضر نفسك للنهائي هذا أنا ليا بالنسبة لي وبما حتى تسخصوا كل رياضيين خاصة إختصاص لزيبراف تيكنيك يقولك أنه نصف النهائي أصعب من النهائي لأنه لازم تتأهل أولاً ثم باش تقدر تتخمم على ميالاً أكيد لما الرياضي يتأهل نصف النهائي يعني تماوين يكون يعني دار خطوة للأمام تماوين يبدأ يشوف التتويج أكيد أكيد هو يعني تموين يشوف يعني تقول يعني يعني تقول ممكن الآن رك في النهائي كانت طناش رياضي رك بين أحسن طناش رياضي في الأخر وين يعني تنقص ينقص بعض الضغط لأنه خلاص يعني ما عندك ما تخسر لازم تتروح يعني كما أقول تعمل كل مجهود تاعك باش تحصل على ميضالية ما هيش سهلة لأنه كان مثلا احنا كان يعني المستوى كان متقاب بين كل الرياضيين حتى كنشوف في النتائج يعني بين التاني والتاسع نفس النتيجة يعني كان فقط أجزاء ربما فقط في المحاولات يعني فشكون جزء محاولة الأولى والتانية ما تشوف يعني كانت يعني كانت منافسة قوية جدا طيب وقت شعر درحم الحمد يحس روحوا أنه قريب من التدويج بمدالية أولمبيا والله ما تحسش حتى تخلاص المنافسة لأنه ما راهيش يعني واحد يعني كان معدة كاش يقوله هيا بلوزير بار يعني منافسة طويلة مثلا في القفز العالي تبقى حتى تلت ساعة ونص أو ربع ساعة مرش كما سيباقوا مثلا يجريت الدقائق أو أربع دقائق خلاص من الفائز يخسر ومنافسة صعبة يعني تقعد تستنى يجوز هذا وفيها تكتف أكيد ربما في هذه الظروف صعبة بالنسبة للرياضي لما أنت يعني تقوم بالقفز بعدين تنتظر نتائج الزملاء يعني الآخرين كيفاش يعني تعيش هذك المرحلة مرحلة الانتظار هل تخلطت ثلاثة الأوائل أم لا أكيد يعني إحنا رانا ما هدو الاختصاص تعنا وإحنا الرياضي محضر نفسه لهذا الشيء لأنه ما هدي ميش حاجة جديدة راح تديكوفريها في الأولمبياد لكن عدة منافسات اللي عملناها هذا هو الاختصاص تعالى لازم يكون لاباسيونس ويكون الصبر يعني وتوفيق من الله طيب حاليا نسمع كثير أنه لما اللجنة الأولمبيدا تحدث أو يتحدث الوزارة تقول لك راهنا على رياضي فلاني وعلى رياضي فلاني زمان هل كنت أنت من الأسماء المراهن عليهم أم يعني كنت أحدثت المفاجأة يعني أنا كنت قبل المنافسة كنت مبين الخمسة الأوائل فكانت خمس نتيجة عالمية أظن أنه صعيب تتكاهن تقول تقول هذا عنده حضوط باش ينال ميدالية لكن باش تقول يعني السوري يكون ميدالية أظن صعيب ما مش عارف الوقت هذا كوش تهنوا كاش كانوا يعني هدي على كل حادث المدرب والاتحادية هما يقدروا يديروا تكاهنات يعني هما يشوفوا على حسب المستوى تهم لا لكن المحيط متاعك يعني حسك أنه شعب الجزائري ينتظرك أو الوزارة كما حاليا يعني تقول أنه كل جزائر تنتظر ربما في مخلوفي تنتظر في بورعدة تنتظر في الملاكين من الجزائريين يعني هل كان في أسماء أنا ذاك كنت أنت ضمن هذه الأسماء أكيد يعني يكون ضمن الأسماء لي كانوا أسماء بزاف وكانوا رياضيين كبار لي كانوا ما بين لأنه أنا بالنسبة لي ليكون ما بين الخمسة أو ثمانية الأوائل في العالم أما يبقى دايما عنده حظ باش يكون في منصة تتويجه هذه أكيد وحنا باش نقوله الآن مخلوفي أكيد مخلوفي هو بطل أولمبي ما يقدر غير يدافع للاقب طيعة وما نقدرش نقوله حاجة أخرى هذه هي طيب يعني في القفز العالي الميدالية الوحيدة للجزائر في هذا الاختصاص صح هي ميدالية الوحيدة وهي كانت أول ميدالية إفريقية وعربية في هذا الاختصاص وكانوا قبل رياضيين اللي حصلوا نتائج مليحة كاعتمام بالفعل ولكن ما كان لوش عنده الحظ باش يحرز على ميدالية ونظر إن شاء الله نتمنى في المستقبل القاريب يكونوا رياضيين آخرين في اختصاص هذا ينالوا ميدالية بالنسبة يعني نشوفوا رياضيين حاليا ما كانش رياضيين كثور يعني يركزوا على هذا الاختصاص لماذا؟ أنا نظن هذا هذا مش من اختصاص الرياضي هو هذا المدرب هو اللي يشوف يعني المدرب هو اللي يشوف الرياضي ويشوف الكاباسيتي ولكاباسيتي تاعه اللي هو يريونته يعني هو لوجهه للاختصاص على حسب الامكانيات البدنية اللي عنده طيب يعني كل رياضي عنده إحساس أم هدف أم في حياته حباً عرض فقط أنا ذاك لما انت تأهلت هل كنت تعمل على نيدالية أو على التتويج أم فقط بالنسبة لك هو المشاركة في الأولمبياد إنجاز؟ لا قلت لك من قبل كل رياضي يعني لو تسألي كل رياضي يقول لك حلمه الأول هو أنه يشارك في الأولمبياد ثم يقول لك لازم نكون في النهائي يعني ضمن الأخر والميدالية أكيد تقعد حلم كبير لأنه راح تشرف أولاً نبسك وتشرف بلد كله لأنه ميدالية أولمبياد يعني حاجة تقعد في التاريخ تقعد في طيب حمد بعد الأولمبياد ماذا فعل؟ أين اتجه قبل الانضمام إلى اللجنة الأولمبياد؟ لا بعد كملت أنا عملت يعني كملت بعض السنوات وعملت باطل في البحر الأبيض المتوسط بطولة إفريقية عدت حتى وحبست ثم مشيت يعني للتدريب مع الفئات الصغرى وفي العهدة هذه جيت للجنة الأولمبياد على يعني إختصاصك يعني ما استطمرتش فيه خبرتك في الميدان للفئات الشبانية؟ راني مع التوجه يعني دائماً مع الفئات الشبانية ويزم الوقت هذه مرايش رياضة سهلة يزم وقت باش تكون رياضيين باش وكان حتى عدة مدربين يراهم يكونوا في الشباب أوباما المدرب عنده نظرة لما يشوف مواهب شباب ممكن تقدر تروح بعيد هل أنت عندك نظافة بعض الرياضيين مستقبلاً ممكن يديروا نتائج جيدة؟ أكيد كان يعني بعض الشباب في القفز العالي يعني سيدي جاناً يدون عندهم إمكانيات كبيرة أنا نظن أنه في المستقبل القريب يعني مننا على ثلاثة أربع سنوات يكون عندهم مستوى عالمي جيد طيب حمد من غير بورعدة وتوفيق مخلوفي هل هناك بعض الأسماء عندنا 16 رياضيين من أهلاء 15 رياضيين من ألعاب القوى مؤهلين الألعاب الأولمبية هل في ربما أسماء ممكن تحدث المفاجأة؟ هذا شيء ينتمنى إن شاء الله يكونوا يكونوا كل الرياضيين يديروا أحسن نتيجة ممكنة ويديروا أرقامهم الشخصية باش يكونوا من أحسن الرياضيين هذا شيء ينتمنى إن شاء الله طيب نشوفوا أنه الجزائر متألقة دائما في سباق 1500 متر ألا تعتقد أن الجزائر ربما ما استثمرتش في هذا الشيء؟ ما عملتش مشروع لتطوير هذه اللعبة وهذا الرياضي في الجزائر؟ لا هذه من اختصاص يعني باش تطوير اختصاص الاتحادية ماش من اختصاص الرياضيين وأنا نظن باللي الجزائر هي أكبر بلد عربي لعندنا أربع ميضاليات أولمبية دهبية في سباق 1500 متر يعني ماش حاجة ماش حاجة سعلا وإحنا نتمنى وإن شاء الله نقعدوا دايما إحنا الأبطال في هذه المسافة إن شاء الله طيب عضي حمان حماد أنت حاليا عضو تنفيذي باللجنة الأولمبية كيف شاهدت الأجواء أيام قليلة قبل التنقل إلى ريو دي جانيرو؟ يعني أجواء كما كي شفتي راه كان حركة كبيرة وهذا شيء عادي قبل أني فان مون بلانيتر كما هذا يعني كل عالم راه يحضر نفسه لهذه التظاهرة وراه يتمشي بصفة عادية يعني ونشوفوا النقائس التي خاصتوا منها حتى اليوم الإنطلاق نقدروا نقولوا يعني إلى حد ساعة ربما كل شي على ما يرام يعني كل شي جاهز؟ الحمد لله يعني هي كل شي جاهز حتى هما راح يمشوف طائرة خاصة يوم سبعة وعشرين إن شاء الله لما الإنطلاق يعني ممكن يعني الساعة القادمة يكون يعني كل شي كل شي أوكي نظن يبقى دايما يعني تخص أمور خفيفة هكذا ولكن الحمد لله كل شي عالم ما يرام في بعض الرياضيين ربما راح يتوجهوا مباشرة من مقر تربصهم إلى ريو دي جانيرو وفي بعض الرياضيين راحين يعودوا يولوا من هنا ليولوا للجزائر بعدين تكون الانطلاقة هذا الشي ربما محش يكون يعني الوفد للجزائري يكون قليل اللي حيتنقل منها للجزائر؟ لا هي ما يهمش عنه يش يروح منا المهم الرياضي يكون في أحسن أحسن ظروف هذا هو المهم نشوف احنا مثلا كما الملاكامة والجنباز اللي راهم في أمريكا منذ 15 يوم كذلك المصارعة؟ المصارعة اللي راهم في التحذير التم كذلك ريادينا تعجدوا لمشاول ساو بولو راهم في تربص نظن هو المهم أنه الرياضي يكون في ظروف يعني ملائمة وحتى يتأقل مع الـ وهما راح يمشوا يعني من مكان تربصتهم مباشرة إلى الـ الـ يعني يدخلوا أيام قليلة قبل والرياضيين الباقيين اللي راهم في تحذير هنا راح يمشوا مع الـ مع الوفد الرسمي وراح يكون عندهم وقت يعني للاسترجاع لأنه يمشوا يوم 27 ويوم الافتتاح راح يكون يوم خمسة يعني عندهم حتى التسعة وعشرة أيام واني يكون وقت كافي حتى يسترجعوا ويكونوا في اللياقة بس بها طيب بديسبة لإقامة الرياضيين للإقامة هل تم الإطلاع على كل شيء كل شيء أعلى ما يرام؟ أكيد هو كان رئيس الوفد راح مشال تمه وعمل يعني كل قام بزيارة للـ ونشاف على المقر وناح تكون الوفد الجزائري ونظن أنه الوفد الجزائري راح يكون في العمارة رقم 18 ما بين الطابق 12 و16 يعني كل شيء جاهز حتى راح يكون واحد من الوفد الجزائري راح يمشي قبل قبل البعتها بيومين ونح يحضر كل شيء حتى هكذا حتى يلحق الوفد راح يلقى كل تسهيلات يعني يكون كل شيء جد يلحقوا يروحوا مباشرة على الـ تتوقعون عفوا النجاح طبعة البرازيل؟ ربما لأول مرة البرازيل تحتضن ألعاب أولمبية؟ لا يعني عندهم منسوش بل يحضروا داروا تظاهرات عالمية كأس العالم لكورة القادم وحتى يعملوا كذلك منافسات كبيرة كبطولات العالم في عدة رياضات هم عندهم خبرة يعني في هذا الميدان وهم راح يكونوا في المستوى أكيد طيب هل تم تحديد الرياضي الذي سيرفع الراية في حفل افتتاح؟ هي رياضية جيد وأصلح أول مرة راح تكون يعني فتاة راح تحمل ضبيتود يعني اللي يرفضوا للعالم رجال وهذه المرة قررت اللجنة الأولمبية أنه تكون مراوهية المصارعة أصلحة ربما كان فيه قبل حديث أنه مخلوفي من سيرفع الراية لأنه بطل أولمبي علش يعني تم تغيير؟ لأنه مخلوفي طعنتم عارفين بالألعاب القوى راح تبدأ مؤخرا تبدأ مؤخرا مخلوفي لا يقدرش يكون تم يوم يوم سبعة وعشرين لهذا لازم يقعد في يعني في طرب بستاعه في تحضير وهو راح يلتحق من بعد طيب بالنسبة يعني أنت ستتنقل مع الوافتة الجزائر ما سيكون دورك في البحثة الجزائرية؟ أنا رأني في راطاشة أولمبيك يعني كل ما هو علاقات الخارجية يعني اللجنة الأولمبيا اللجنة الأولمبيا تاعنا والوف تاعنا مع الوفود الأخرى طيب ربما راح تقوم بنصح تشجيع الرياضيين بشكل خاص يعني مش يعني كعضو في اللجنة الأولمبيا بل كرياضي سابق وعندو حبرة في الألعاب الأولمبيا هكيد يعني هذه بلا مزيتي لأنه كل الرياضيين هم أصدقاء قبل لما نكون يعني عضوا في لجنة الأولمبيا هم أصدقاء قبل شيء وأكيد ما راح نبخل حتى واحد بنصح أو حاجة لنقدر نعملها بش يكونوا في أحسن مستوى هذا شيء واجب إن شاء الله طيب يعني دائما نحب نختم لقاءاتي مع الأبطال بنصيحة يوجهوها لرياضيين المؤهلين للألعاب الأولمبيا هذا البرود يعني كما نقول هذا الوقت ما بقاش كتير على الألعاب أولا نتمنى لهم التوفيق والنجاح هذا الشيء الأقل شيء الثانية إن شاء الله ما لازمش يكون الفتبال متستريسة وش يعني وقعدوا مركزين على الهدف هذا وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله عبد الرحمن حمد كنت سعيدة جدا بمحاولتك شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا مشاهدين الحقنا إلى ختم هذا الانتربيو لجمعني بعبد الرحمن حمد الباطل الأولمبي سحب الميدالية البرونسية في سيدني سنة 2000 نلتقي مجددا بانتربيو جديد وببطل أولمبي آخر كنوا في الانتظار إلى اللقاء